الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه من أهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من تشريع وأحكام تلك التشريعات التي تنظم حياة الناس وتعاملات الناس مع بعضهم وبعض ومن أهم ما في هذا الباب مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوف وتفريج هم المكهوب الإنسان في هذه الدنيا وفي هذه الحياة لا يعيش لنفسه وفقط ولا يعيش وحده فقط مبدأ اللي ممكن نسمعه من بعض الناس أحيانا أن يقول أنا ما لي أو ما ليش دعوا بحد أو الكلام ده كله هذا الأمر يخارف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في هذه الدنيا لا يعيش لنفسه وفقط بل يعيش لنفسه ولكل من هم في رعاياته ومسؤولياته ويعيش أيضا لمساعدة غيره إذا أراد منه المساعدة وكان قادرا على أدائها هذه المساعدة من أحب ما يتقرب به لله سبحانه وتعالى مساعدة المحتاج هذه قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الناس عند الله سبحانه وتعالى أنفعهم للناس وبصورة عامة ثم قال صلى الله عليه وسلم وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على قلب مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا هذه كلها أعمال أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لمساعدة المحتاج إن أراد المساعدة ثم قال عليه الصلاة والسلام ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة حتى أثبتها له أحب من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراء وقال عليه الصلاة والسلام في نهاية هذا الحديث ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام حديث عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه مساعدة المحتاج نتعلم منه الوقوف مع من أراد المساعدة أي أن كان نوع هذه المساعدة ما دامت في خير افعل هذا الخير وامتثل هديا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى سينجيك بسبب هذا وكما ساعدت غيرك سيساعدك الله سبحانه وتعالى ويسر لك أمرك في الدنيا والآخرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل وعظيم يبين هذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستراه الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فكما تساعد غيرك يساعدك الله سبحانه وتعالى ومساعدة الله سبحانه وتعالى بأن يكون معك بأنه سبحانه وتعالى يسر لك أمرك في الدنيا وفي الآخرة بأنه سبحانه وتعالى يوم القيامة يعفو عنك ويرحمك بسبب ما فعلته تجاه غيرك من المحتاجين من الملهوفين من المكروبين افعل هذا الخير وحسبك في هذا أن الله سبحانه وتعالى سيرحمك بسبب هذا سيسر لك أمرك في الدنيا والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن رجل من الأمم السابقة ويقول صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم يعني من الأمم السابقة فقال له الله سبحانه وتعالى هل عملت خيرا قط يعني في أي حسن أو عمل خير أنت فعلته في هذه الدنيا قال الرجل لا يا رب إلا أني كنت صاحب مال وكنت أقرض الناس كان يدين الناس فكنت أبعث غلماني لقضاء هذه الديون فأقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر يعني الإنسان الموسر الذي عنده من المال يقول لهم أنظروا يعني لو أراد أنه يتأخر في الدفع لا مانع من هذا أما المعسر الذي لا يستطيع أن يدفع كان يقول لهم تجاوزوا عنه ويعفوا عن الدين الذي عليه فقال الله سبحانه وتعالى لملائكته نحن أولى بهذا منه تجاوزوا عنه فنعرف من كده أنك لما تساعد غيرك ربنا سبحانه وتعالى سيسر لك أمرك في الدنيا ويعفوا عنك يوم القيامة مساعدة المحتاج هذا هذا الأمر من علامات كمال إيمان ربنا سبحانه وتعالى رتب عليه فضلا وفوزا عظيما عشان نعرف أن الإسلام دين ما جاء لنتعبد لله سبحانه وتعالى وفقط وإنما الإسلام دين عبادة ومعاملة لذلك الدين المعاملة كلمة صحيحة وإن لم تكن بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فالدين كله معاملة حسنة معاملة طيبة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام وجعل ذلك من دلالات الإيمان قال عليه الصلاة والسلام ليس بمؤمن من يا رسول الله من بات شبعانا وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم إخواننا وجيراننا في المسجد الأقصى قدم لهم كل ما تستطيع من يد العون والمساعدة افعل الخير وافعل ما تجدهم محتاجون إليه وما أنت تقدر أن تفعله وما تستطيع أن تفعله غيرك لا يستطيع أن يفعله فالأمر يتعلق باستطاعتك وقدرتك فما تستطيع أن تقدمه لهم من يد العون والمساعدة والإغاثة فافعله وحسبك في ذلك أنك تمتثل هديا النبي صلى الله عليه وسلم وافعل الخير لعلكم تفلحون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يحفظ علينا ديننا ووطننا وجيشنا وأمننا اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته